بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا كامل بخير فالا اليوم ما جبت لكم كعكاعة تقليدية بلمسة عصرية يعني كدوقوهم تقولوا هادو كعكاعة عاديين تعزمان مالطريقة والخدمة ديالهم اللي درتها لكم اليوم السهلة وغابيد هاد الفكرة درتها للناس اللي ما يحبوش يكلوا الطليا وتان لي ما تنجح لهم شو ما يحبوش يخدموها وتان جبتها للناس اللي تحب الوصفات السهلة والسريعة كما قلت لكم وتان لي خدموا لي كوماند رايحين تستفادوا من هاد الفيديو سوختوا مع هاد الدكور اللي راهو تندانس يعني شحال تشروه كيفاش تخدموا به ورح حنمدلكم الاسعار في آخر الفيديو دونك تبعوا معي لفيديو ونبدأوا لغسات مع بعض الحاجة اللولانية نوجدوا لفرس دونك هنا عندي لوز مقشر كنت حطيتوا في الفوغ كان سخون وطفيتوا حطيتوا هكذا كي تدخلوا شوية سخانة نرحي يسي ورحي وهلقيق قل من المتوسط شوية هكا يجي مليح في الحشو دونك عدي هنا يا 300 قرام تعلوز قسمتها على 3 كيلة دونك الكيلة جات فيها 100 قرام ونشد الكيلة باش نزيد نكمل نكيل بها السكر هنا يقدرت نصف كيلة سكر كريستاليزي سكر عادي وراني حطى لافاني وحطى ما يرفع صغيرة تعسمن في هاد الكمية دونك هنا يعطيكم عسكوس باش هنا يا اكيد اللافخص ديالكم ما راحش تيبسلكم في الفوغ دونك ندير رانية تقاسمتها معاكم هاد الفكرة في التشارك العليان نحط السكر كيما كان يبين لكم هكا بجيه ونرمي اليه شوية مزهر ونسي اياه كدك نخلطه شوية هكدك باش هنا الهدف من هاد المرحلة هادي باش ندوب هاد السكر وخلوه خمس دقايق عشرة دقايق باش تعاودوا تولولي كي تولوا تلقاوه داب في هاد المزهر دونك هكا نخلط كامل هادوك المكونات اللوز مع هادوك شوية عسمن معا لفاني والمزهر اللي كنت خلطته مع السكر ونبدأ هكدان نعجن تقريبا يعني عجنوه باش يخرج لكم هادوك الزيت ديالو وشوفو اذا كان خاصكم مزهر يعني متكتروا شوية مزهر من الول بس كي تجيكم شد روحها وزيدو لها شوية مزهر خير ما تجيكم جارية ما تتحصلوا فيها هذا مكان ونبدأ نطم فيها كي ما قدكم امام تنسيين عجن حتى تولي لي انبول تشكلنا هكدان كويرا هنا يفوالا شوفوا القوامت على فخص كيفاش يكون نحطوها في المأني منتغ من الاحسن ترتاح ونروحون وجدو العجينة عندي هنا 250 قرام مارغارين طرية انا ندارت لها شوية لفانين نزيد لها قرصات الملح وندار لها هنا لاباتاوان مزهر راح يتباعها كده وجده هنا هاد المزهر راح يعطيها بزاف فرق في الفلوغو من بعد نزيد لها هنا زوج مغارف كبار سكر غلاس كي ما تشوفوا راني منقص السكر قد ما نقدر ونجوز مع الصفايا ونضرب كل شي بالباتوغ حتى تولي الكريمة متجانسة ونزيد هنا حبا بيت كاملة وصفار حبا بيت نكمل نضربهم بالباتوغ حتى يدخل لي كامل هاداك البيض وهنا ينزيد لزاس تعزوج حبات قارص هنا مهم بزاف ويمد تاني فرق في الدوق ونزيد هنا نصف باكيتة خميرة كيميائية هادا وش فيها الأجينة ديالي تقريبا هي باتسابلي ونبدأ نزيد في الفارينة حتى تنطم الأجينة نطموها بسبعتين من عجنوهاش حتى تولي الأجينة طيام نفو على هذه الأجينة ونخدمو بها مباشرة من ستنوها ترتاح موالو ننشد الأجينة ديالي نوزنها تلاتين قرام الحبا هاد المقادر اللي أعطتكم يعطونا ستة وعشرين حبا وكيف كيف نوزن الحشو وزنتو أنا تلتاشين قرام أعطاني تلاتين حبا كيما تقدروا توزنوها غير عشر قرامات ولا مام تسع قرامات يكفي موشنو أنا درتهم فريمو معمرين للداخل كيما قتلكم علي بها اللي دوقهم يحسبهم كأيكعات يعني تقليديين دونك إلا حبيتو فريمو يجوكم بالطبع خاصة وإلا تخدمو لي كومون ديروا الحشو 13 قرام هادي هي ونبدأ نخدم مباشرة في التشكيل دونك عندي هنا ينجيب اللابات كيما راهو بين في الفيديو نحل لابول ديالي ونخدم هكا بلا فارين باش متلسقليش في البلون دي تخافاي وكيف كيف نحل ندير حربوشت على فاقس ونحطوه داخل لابات ديالي ونغلق عليها هنا يلي تكون فريمو حبي يجيها هدك توريق الداخل تقدروا تحلو لابات ديالكم بالحلال كيما نخدمو التشارك ولا الكعيكعات هما بدت ونضعوا الحربوشت على فاقس ديالكم وترونيوه دونك هادي هي مئس هالطريقة ورحا يعني تعطيكم نتيجة بزاف هاي لكيما راني نديرو وغاب بيد تكملوهم تمتم نزيد نسقم هاداك الحربوش ديالي فوق لابات دياليوه باش يولي الليس ونحطوه في الملتاسيليكون هادا تعتمنيه ونسقم مليح الحبة ديالي سيختو جهة الغلقة هادي كعب صوريها مليح باش هم بعدها ما تقعدش باينه باش كنديرو هالو غلاسات ما تخليلناش لطخاز هادا مكان ونحطوهم يطيبوهم مباشرة مية وثمانين درجات قريبا عشرين حتى خمسة وعشرين دقيقة هكذا كيطيبو كل واحدة ولفوق دياليوه ونجيو هنا يلا ديكوراسون دونك وريت لكم هادو كليه موتيف المدورين كيفاش خدمتهم دونك خدمتهم بالشوكولا هنا هايا خدمت بهاد الامارك شوكولاتي اذا القيتوها فطريقكم غير شروها باس كبنينا وتان تمد نتيجة بزاف هيله دونك حطيتها في حمام مائي كيما راكوا تشوفوا كي تبدأ تدوب خمسين بالمئة نحيها من حمام المائي بون نحيها من فوق النار ماشي من حمام مائي تقدرو تخلوها في الكسرونة هاديك تاع الحمام المائي هنايا اجل تصوير بارك انا نحيطها بسكوجتني على اليسينا ونخليها توجوغ باش تقعد لي هاديك سخانة ودوب لي الشوكولا هنايا رايحا نخدم بهاد الترانسفير نخدم بيهم دائمين في المولود في العيد نهار نخدمو بيهم ما ترموهمش ولو دائمين خبوهم انا من بكري كنت نخبوهم قبل ما يخرجوا قاعد للفكرات عن نعودوا نخدمو بيهم كديرا في بديب اللي نسحقهم بش ندير بيهم كشتزين المهم انهان هاديك بيهم وشنو قبل ما تخدموا بيهم نمسوهم مليا بأم بابيه يمكننا نمسو هادوك الدواور بيهم وبدو تحطوه في الشوكولا وملاحدة مهمة هادوك الشوكولا ما تزيدو لها حتى اضافات نيزية نيوالو هادوه نديروها فترانسفير وليف سيليكون نخدمو بيها عكاك ننحطها فوق هادوك الدواور ديالي وشنو هنا مديلوش انكوش خشينا وانا نحطتها جس باش نحط فوق هادوك نخبطها مليئة لكي يخرجوا لفقاعة الهواء ونضعها في الفريجيدار تعتمتم خمسة دقائق عشرة دقائق ماكسيما وتشدرها نحب أن أريكم شعال تبري كي تكون الشوكولات نوعية مليئة وكي تمسهم مليئ لتخانسفير هذا مكان جوز ودوكا هذه الشوكولات بعد ما كملت خدمت بها الموتيف سنضع بها لغلاسات هذه الكيكات نحن نضع طليا سنضع شوكولات بيضاء قادرين تقولوا كيف ستجد شوكولات بيضاء في الكيكات سأراجعوني بالخبر ونضعوا في باكم بلدو شوكولات ستجد نقص حلاوة على الطليا السيختون للناس لا تحب الحلاوة والطليا ستعيي في الخدمة بناتنا وحتى السيختون لا تكون تخدم لكم لا تحب تخدم شيئا ستجد نسال لتكون خدامة هذا هو الشيء يساعدكم نضع بلو شوكولاتي تجد فوق حمام مائي نضع الماء البارد من غلاسي للشوكولاتي من غلاسي للشوكولاتي نضع بكمية صغيرة ونخلط بالقوة تستعملوا الباطير يعني دقيقة تتخلط لكم هذه فكرة بركة كمية شوكولات كبيرة هنا نضع في الفيديو نضع في الماغير بالعقل شوفوا كيف بدت تتسقم شوكولات مع الأول تتعجن تحسبوها خسرت تحركوا وتزيدوا في الماغير بالعقل لا تزيدوا هدفة واحدة لا تزيدوا هدفة كمية قليلة شوفوا كيف تتسقم شوكولاتي شوفوا كيف تتشبه تحركوا هدفة شوكولاتي في نوعيتها هيلة كي تتخدموا بحوايج هكا دو كاليتي يعني ما تخافوش الخدمة حجيكم سهلة هنا ملاحظة بك تقدروا تزيدوا كولوران بيض أنا أعجبتني كولورة تحت الشوكولات بسبب كنت راح نديرها في الدوري دونك ما شي بروblem وتقدروا تستعملوا أي كولور هنا يديروا لكعيكعة ديالكم هنا نجيب سباتول ونبدأ نرمي في الشوكولاتي فوق ونبدأ نحيف الزائد هكا المكسيما نقدر سيختوا هدك التقب باش ما يجيش مع مر دونك شوفوا كيف شراني نسيه كامل الزوائد باش كيتنشف الجيني سهلة والجيني منقية وكي نزيد نحطها فوق هدك البلاتو اللي يكون فيه بابيير فيلم ولا كويسان ولا المهم لازم نزيد نكركرها هكدا شوية باش هدك التقب يزيد يفرغ هدي هي دونك أنا نكركر هد الحبة هكدا غير فهد الكعيكعة سنو في لغاتو الاخر ما يقعدوا ليش بزاف زوائد هدي هي كينا حاجة مهمتان فهد الكلاسات على الشوكولات لماذا قدت لكم رح يخرج لكم صح بلغو تقاديسيونال حطيت قطارات تعطر ماء الزهر في الكلاسات ديالي نسيت موريتها لكمش في الأول كي قريب نكمل باش تفكرت أغزم يعني هدي نقطة مهمة زيدوا المظهر يعني الناس اللي تحب مظهر اللي راه يحبات يكون حاجات بان لها تقليدية فالا نكمل كامل الكيمية اللي عندي ونخلي الكعيكعات دياليين نشفو فالا هاي لك النتيجة بعد ما نشفو واللون نبيض في الكاميرا فغير ما ما يبانش كيميل لازم شوفو شح الجوليس ويبري يعني يجو بزاف هاي لين دونك نشدو كل حبة نقي وهمليح نحيولها هكذا زوائد بالموس وهدك التقب يعني نركز سخطو على التقب تال الكعيكعات لازم يكون منقي دونك شديت حبة هدي بالعاني اللي كانت تقب ديالها مغلوق بسك نصهم يعني كان تقب ديالهم جا فارغ دونك شوفو كيف جدت لها غير بموس هكذا بوينتو نحيلها هدوك الزوائد هذا ما كان ونزيد نسقمها هكذا بصبعتية وتكون الحبة وجدة انشاء الله أنتم كماننى هدوك ما لكنها كانت شرح ا نجوز عليهم كيف حيات Wnot Craydori ونكوز الحبات تلك عكاات كيف حيات Queens Craydori لديكوراسيون لديهم واجدين انا شريتهم 2500 للموتيف الواحد اذا واجدهم شوي غاليين دوكار انا يتباعون لديهم على دونة الواجدين ان تردوهم على كمماند تحبون يقومون بذلك الاسم أو ليس موتيف تردوهم على دونة الواجد كاين برق ملاحظة تشدو هدك الموتيف نحولو واحد الفيلم فوقها ساشي بشي يبري و من تحته نحولو هدل البابي هكذا بشي يلسق هذا مكان من بعد ذلك كانت الفكرة ونضع فوق الحبة ونضع فوقهم هذا الموتيف ونضع فوقهم هذا الموتيف ونضع شابين ونضع بلاطين لذلك خممت كيف نضعهم وقفين ونضع شوكولات بلان كنت عندي من قبل قمت بإمكانكم في الفيديو ونضع لغاية خلق شوكولات ترتينه والموتيف ونضع مرهجية بجيوات أخرى اقوم براءة ونضع تلك الموتيف لذلك تجربة فوق الحبة انا بغمو جني الشكل خير ممكن مسعو هذه هي ويكونوا الكعيكاعة ديالنا وجدين شوفوا هم الداخل كيفاش يجو شوفوا هديك الشوكورة كيفاش يبان انجلاساج يبان طليا يعني في المظهر يبان طليا وكان واحد هكذا واحد مدول ويدوق مع لبالو شو تقولولو هادو كعيكاعة الطليا راح تقولكم فالا صح كاينة منها يعني تعرفوها غير انتم من يتخدموها ومن بطريقة ديالي كندير الهلمة تجي بزاف طرية وتجي خفيفة شوفوا الحشول داخلتين كيفاش يبان ويقعد لكم طري هايل وطريقة تعكين حطوه ما ظهر في الشوكولة وحطيناه في الفلاف فاخس بينا يعني وفي الفلافات جاء يعني مع بقين هايلين يعني قدمنا نشكر لكم فيهم وقليل جربوهم وارجعوا لي الخبر ونتلقاو في الغوسات الجاية إن شاء